ايه التخصصات اللي موجودة حضرتك؟ طبعا احنا بدأنا مرحلة البكاليريوس من 2017 بس يعني الجامعة عادت 7 سنين دراسات أوليا فقط وهي لا تزال مركز بحسي والدليل ان احنا في طبعا معرض لابتكار بتاع أكاديمية البحث العلمي احنا اخدنا المركز الاول في مؤشرات براءات الاختراع لان تم تسجيل 90 براءات اختراع في قل من 10 سنين في الجامعة وعندنا حاضنات وعندنا شركات بتونشا انا مش عايزة اتكلم على ده دلوقتي انما حضرتك لما بدأنا في 2017 مرحلة البكاليريوس بدأنا هي اساسا طبعا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كل تخصصات الهندسة موجودة عندنا معادة يمكن هندسة مدنية مش عندنا انما عندنا كل تخصصات الهندسة عندنا كلية ادارة اعمال دولية كمان وإلى جانب ذلك عندنا كلية حاسبات ومعلومات او برنامج حاسبات ومعلومات صيدلة عمارة مستدامة وفنون وتصميم في الهندسة حضرتك كل التخصصات اللي تخطر على بال حضرتك تخصصات طبعا جميع قسم ميكانيكا اتصالات الالكترونيات قوة كهربية هندسة بيئة منذ نشأة الجامعة وفيها كلية البيئة والطاقة والكيمياء والبيترو كيميائيات منذ نشأة الجامعة وعلى فكرة احنا كل فترة بنطلع الكاربون فوت برينت بتاع الجامعة اللي هو علاقة ايه بالبيئة فدي التخصصات حضرتك بقى بتسأل طب يا ترى النموذج الياباني يفرقي طبعا مساميات الكليات اللي عندنا مش هي المساميات اللي في الجامعات المصرية يعني احنا عندنا كليات كلية الاتصالات والالكترونيات دي في الجامعات المصرية ممكن تبقى اقسام انما احنا لما بتعملت المناهج واتعملت الكليات اتعملت بالشراكة مع 15 جامعة يابانية ولا يزال الشراكة دي قائمة مفيش منهج او مقرر بنعمله الا بالشراكة مع دول دهيل وال15 جامعة دول عشان عشانك تبقى عارف فيه ينتموا ليهم اكتر من 22 ياباني اخدوا جايزة نوبل من 15 جامعة اليابانية دي والتنصيق كامل واي طالب دراسات عليا بيبقى له مشرف ياباني وبيقضي وقت في اليابان